وداز شهر وآدم وإسراء ابقوا كيتلاقوا في السر يا عنده في الدار يفشي مطعم بعيد على المدينة واحتى واحد ما عارف بهدش إلا رجال إسراء كتظل تحلف فيها لتنطق بشي حاجة قدام جهات كيتلاقوا تقريبا كل نهار وإسراء نفسيتها ارتاحت ولدي ما ضحك وهدش لاحظو حتى عائلتها ولكن كيقولوا بالسبب غيكون غير رجوعها لخدمتها فاقت إسراء استماح واليوم كانت مخداماش خدات وقتها فنتوش ونزلت لقات والديها جالسين كيف ترو قالت ليهم صبح الخير ردات عليها ماماها صبح من نور ووقفات وقالت أجي أجي عندي عيد ميلاد سعيد أحبيبتي عنقاتها وقالت إسراء شكرا ماما مشات المات على بابها اللي احتهوت منها لها عيد ميلاد سعيد شوية دخلات الخادمة هازبوا كي كبير ديالورد حمر قالت إسراء واو ومشات كتجري شداتوا من عندها وهي كندحك جبدات لقات وقراتها عيد ميلاد سعيد حبيبتي جي عندي مع الخمسة قراتها وبتسمات احتبال لها درس العقل قالت لها سعيدة شكون سيف طوليك وهي دقول إسراء أه؟ غير وحد الصديق سعيدة قالت ضوق وغزال طل عيه لها بنتي لبيتها قلسات إسراء فترات ومن بعد طلعت لبيتها وعيطات الآدم ضغيه جاوبها وقال لها كان بغيك نهدات وقال لها عجبك البوكي قالت حمقني شكرا حبيبتي قال لها آدم العفو حبيبتي أجي عندي نحتافل وبكري حيتعارف العائلة غدي بغيك تكوني معهم ايخ الليلة اللي كيف هم قال لها آدم يلا نخليك دابة ما تحط ليش إسراء قالت أوكي قطعت وهي دخل رجاء قالت لها سانة حلوة يا جامل وهي ضحك إسراء وقالت صوتك خيب غير سكتينة رجاء قالت إخ سيري أنا جاية فرحانة بيك وهي تقول لها إسراء غير كانت حك معاك عنقاتها وقالت إخ سري أنا اللي جاية فرحانة بيك وهي تقول لها إسراء غير كانت حك معاك وعنقاتها وقالت شكرا حبيبتي إيواء وهي تقول رجاء إيوشنو إسراء قالت فين القادو رجاء قالت لها راهل تحت خرجتك تجري ولقات جهاد واقف وبقاتك تقلب بعينيها قال لها جهاد ماشي هنا خرجي برا مشيت كتجري ومعالخة رجاء قادت موبيل ونوث كبير الفوق فرحات وهي تقول لها رجاء أنا ري طرتي كي جاتك إسراء قالت كتحمق انتي اللي اختارتيها ياكي قالت رجاء معلوم مشيت عنقاتها وعنقات جهاد قال لها جهاد استاهلي كتار أحبيبة دخلت للطموبيل هي وراجاء وبقوا كيتصور ومن بعد دخلوا للدار وبقوا قالسين مجمعين حتى وصل وقت الغداء تغداء ومجموعين وسالة وطلعات إسراء لبيتها لبسات وقادت شعرها ونزلت ولقات كل شي قالس في الصالون قال لها جهاد ما أنتكا فين غادة وهي تقول إسراء غير واحد الغارات وجاية خرجت دغيق بالميزيد يسولها وتبدأت تفتف ومشات للذيلا ديالأهدام وصلات ولقات الباب محلول ودخلات عيطات بسميته وما جاوبهاش أبقات كتقلب وخرجات للجردة احتبال لها الشمح في الأرض على شكل ممر تبعاته وتفاجآت بآدم واقف قرب لها وجرها من خسرها وباسها في حنكها وقال حبيبة إسراء باقى مصدومة من دكشي اللي كتشوف وقالت آدها اضحك وجرها لعند الطبلة وجر لها الكرسي وقلسات ومشا قلس شدت إيدها وباسها وقال كل عام ونتيح بيبتي إسراء شافت فيه عينيها غرغرو بالفرحة ناضت كتجري وتلاحظ عليها عنقاته وضيرات عينيه وهو كيدوز يبدي على شعرها قالت ما كان حلم شاناياك عدها فعنقها حتى غوتات وقال ما زال عندك شك قالت شكرا بالزعب قال لها آدم ما بينات ناش شكرا بعدها عليه وباسها في شفيفها واحتهيت جاوبات معاه بعدات عليهم شات قلسات كلاو في جو ديال الرومانسية والضحك سالاو وناد آدم شكي شريل داخل قالت له إسراق فين مشيتي؟ ما زال ما كملات الهضرة حتى الطلقات موسيقى هادئة رومانسية مثلها آدم بيديه وبتاسمات ليه واحتاته إيدها جرها عنده محاوطها بيديه وهي إيد مدورها على عمقه وإيد على صدره فبقاوا كيرقصوهما ساكتين مخلين غير عينيهم كيوصل حب والشوق لداخلهم هز عينيه فيها ولقاها مغمضة عينيها جرها حتى طلسقوا أجسادهم وباسها في شفيفها بحينية حلات عينيها بتاسمات ليه طلق منها ومشجاب وبواطة واعطاها ليها قالت إسراء شنو هادا؟ وهو يقول لها آدم حلي حلاته ولقاته عقد ديال تيامون تحريت قال ليها آدم كنت منا يعجبك دوقي هزيت في عينيها وقالت ازوين بالزهر حطات عليه إيدها غير بشوية حلى خايفة أرسو قال ليها آدم آري لبسوليك أعطاتوا ليه ودارت أعطاتوا بظهرها وهزيت شعرها ركبوا ليها وباسها في حنقها احتبوا رشها قالت إسراء شكرا آدم دوقك غزان آدم قال بس طح حبيبي آه مازال حاجة أخرى ومشى وجبد ليها كتاب من تحت الطبلة وجابوا ليها قال ليها آدم كتقرأي الكتوبة ياكي إسراء قالت آه لقيتيني قربت نسالي وحد الرواية شكرا حبيبي بس هف حنقها ورجعوا قلسو كيهضرو حتصونا ليها التليفون وكانت رجاء هزاتوا جاوبات وقالت ويه رجاء رجاء كتوش وش وقالت شبعت يحبوا لما زال إسراء قالت ليها هزاتوا جاوباتي هزاتوا جاوباتي هزاتوا جاوباتي وهي تقول له آه قال ليها آدم آجين وصله هزات الكتاب اللي جاب ليها وشدات فيه ومشا وركبه في الطموبيل وكسيرا العنوان اللي اعتعته غادي نطريق كاملة كيتغزل فيها وهي قد حك معاه حتى وصله وقف حدا الكليب وقال عارفة فين غايكونو قالت آه شكرا حبيبي على كل شي أحسن عيد ميلاد آدم هزئدها وباسها وقال اللي جاي أحلى حبيبها قربات ليه وباسدوف شفيفو وبعدات وتلفتات وهي تصدم وقالت بنابرة متوترة آدم قال ليها نعم شافها فين كتشوفو هو يباليها رياض واقفو كيشوف فيهم هو يقول آدم إسراء صيري انتي دخلي دابا غنعيط ليك من بعد إسراء قالت أوكي نزلت وبقات غادة وكتلفت الآدم ورياض حتى دخلات نزل آدم من طموبيله وقف ودار ايتي في جيابو جا عنده رياض وقال ليه آدم موسيو العثماني ايش هاد الصدفة رياض قال لي كيبالي يا رجعتو انسان اضحك آدم باستهزاء وقال له من امتى كنناقش معك حياتي الشخصية وفقع الحالات السل عثماني وحت ايديه على كتفو وقال خلينا حباب كملها ضرتو ومشا خلا رياض مع الصق وقارز على ايديه دخلات إسراء وبينو ليها رجاء وشهاد وسلواء وهشام ومعاد سلمات عليهم وقالت لها رجاء ابنت لهم ايش دك شيف حنقك اغزال وهي تقول إسراء شفتي الناس اللي كيعرفوا يختاروا ليكادو اه شبعت حبو جيدي قالت لها سلواء عيد ميلاد سعيدة إسراء قنقاتها وقالت لها إسراء شكرا حبيبة مشيت سلمات على الدراري اللي احتهمت من ناوليها عيد ميلاد سعيد واعطاوها ليكادو ديالها بقاو ناشطين مع الموسيقى كي شطحوا انسامبل حتى شوية حستات إسراء مشي ايد فوق كتفها تلفتات ولقاتو رياض قالت موسيو رياض قرب لها رياض ووشوش لها فودنيها قال عيد ميلاد سعيدة الزوينة إسراء توطرات وقالت شكرا أنا غادي نخليك عييت بغيت نمشي نقلس بغيت تمشي جرها من إيدها ويالله غا يهدر وهو يوقف عليها جهاد قال لها إسراء تكلمي الرجاء بغتك إسراء قالت واخا مشات كتجري ولقات رجاء قلسة وقلسات حداها وعينيها غير كيدوروا باين عليها متوترة ويدقل لها رجاء إسراء فلكي قالت إسراء رياض شافني مع آدم قالت رجاء كتظني غيقولها للناس وهي تقول إسراء ما هرفتش ولكن دكسيت كيجيني فيش كل أوف فين سلوى قالت رجاء راها كتشطح مع هشان المسخوط مزعوط إسراء قالت باين عليه وهي مسكينا غشيمة وما جايبا للدنيا خبار قالت رجاء غا سكتي انتي كنت في كتار منها خنزريت فيها ورجعو كيدحكو ونضموا لهم الأخرين وجابوا الكيك وشعلوا الإسراء شميها تفاتها وقطعوه كلاو وكملوا شطحهم ومن بعد خرجوا هشام وصل سلوى وإسراء ومعاد ركبوا مع جهاد ورجع وصلوا إسراء هيا اللولا حطوها ومشاو طلعت لبيتها وحطات ليكادو ديالها ودخلات دوشات ولبسات عليها بيجامة مشات هزات لحقد اللي جاب ليها آدم دارته في البواطة دياله وهي كتب تاسم هزات التليفون وصونات لي قال ليها حبيبة ديالي قالت إسراء شنو كددي؟ قال ليها آدم كان قاد في شي خدمة كيف دازت الليلة؟ قالت إسراء زوينا كانت غتكون أحلى معاك آدم قال بقوا هاضرين ومن بعد قطعات وهزات هدك الكتاب اللي اعطاها تكات في السرير وبقات كتشوف في الغلاف دياله وقالت باينة قصة حب حلاته وتصدمات الكتاب كان محفور من الوسط وفيه هواتة مزدودة ناضت تقادت في القلسة وعينيها خارجين في دك الشي اللي قدامها ما فهمات والو حلات البواطة وهي اتشهق وعينيها غرغرو بالدموع كان خاتم ديال تيامو وحداه مكتوب واش تزوجي بيا حطات إيديها على فمها بالصدمة ما قدراتش تغوت حيث غادي سمعوها في الدار ناضت كتشري وصدات الكتاب وهزاته وخرجات بيبتيج عمتها مشات ركبات في الطموبيل وكسيرات لدار آدم طريق كاملة وهي كتشوف في الكتاب ما مطيقاش باللي طلم منها الزواج شي حاجة اللي كانت ناسيها هي وما كتفكرش فيها بالمرة همها الوحيد هو تكون معاه في جنبه وصلات ونزلت كتشري ابقات كتشوني في الباب حل مجنونة حتحل ليها آدم وقال إسراء مالكي واقع شي حاجة ما زال ما كملها درته واتلاحت عليه عن قاتل وحتاه وزير عليها وقالت آه آدم قال آه بعدات عليه وحلات الكتاب عاد فهمها وبتاثمه شد من عندها الكتاب وجرها دخلوا لداخل جبد الخاتم وركبوا ليها وقال هذا ما بغيتوش يحيد من هنا مفاهمين إسراء حركات رأسها بقى وهي غير كتتحك عنقها وهزها عنده وهي دورات عليه رجليها باتها في عنقها حتى تبورشان وبعدات وجهها عليه وبقات كتشوف فيه وكترف مش في عوناتها قالت شنو غنديرو مع الدار ما في خبارهم والو آدم قال خسكي تقوليها لهم قالت إسراء أنا وهو يقول آدم وشكون أنا إسراء قالت لا غتمشي معايا آدم قال ليها أنا ما عندي مشكي المهم تكوني انتي مرتاحة ابتسمت وقالت أوكي إذن غدا غدا نجمعهم وتمشي معايا نهضروا معهم خايفة من رد فعل جهاد آدم قال ليها ما عندي كي منهاش تخافي كل شي غدا يكون هو هذا طلعي دا برتاحي حتى الغدا ويحن الله إسراء قالت آه غنبات هنا وهو يقول آدم ياك ما بغيتين خليك تمشي في هذا الليل جرها من إيدها وقال أجي لهنا اداها البيت وقال ليها ارتاحي هنا أنا غير في هذا البيت اللي إحداك إلا حتاجيتي شي حاجة قالت ليه إسراء أوكي حبيبة بونو وهو يقول آدم بونو بونو ويحبيبة مغدليه في الصباح رجعت إسراء لدارهم بكري وكيف وصلت دخلات للدار كتسلت بشوية طلعت لبيتها كتشري ودخلات بتلات عليها هزت التليفون وعيطات لرجاء قالت لها رجاء اللي شاب حبابو يمسى تحابو إسراء قالت قولي غا سلام أختي شفتيني غال بارح رجاء قالت آه نسيت وبقت كتضحك وهي تقول لها إسراء الله يستر شوفي بغيتك انتي وجهادة تجيو في العشية قولي لي إسراء بغا تقول لك شي هدرا وخاص تكونوا مجموحين رجاء قالت ما تقوليش لي وهي تقول لها إسراء آه أنا وآدم هيت من خبي وخصوصا دابة صافي خاصهم يعرفوا رجاء قالت علاش ما لدابة إسراء قالت البارح آدم طلبني للزواج دلقات رجاء غوطة وهي تقول لها إسراء لحلاقم سكتي غاي سمعك جهاد قالت رجاء جهاد رهل تحت أيش قلتي ليه إسراء قالت كيفاش أشقلت ليه معلوم قبلت رجاء قالت لها آه دابة جنية يالي غدا تزوج إسراء قالت إله هاد العشية دازت بخير وهي تقول رجاء إن شاء الله وخاجي هاد واخد منه موقف ولكن رغي بغي ليك راحتك إسراء قالت إن شاء الله إن شاء الله يالله تلاحي عندي ما يدعي قطعات معها ونزلت ولقات والديها كيف تروا سلمات عليهم وقلسات فترات حتى هي ناضي باباها بغي يمشي وهي تقول له بابا هاد العشية بغيتكم تكونوا كاملين عندي لكم شي هضرة سعيدة قالت ليها يا كلا بس بنتي وهي تقول إسراء لوالو بس غير خاسني نقول لكم شي حاجة قال ليها يا حقوب واخا بنتي العشية غنجي بكري ابقات عليها تعيدة بالهضرة باش تقول ليها شنو كاين ولكن ما بغادش وناضت خرجات ومشات عند سلوى ابقات النهار كامل معها حتى وصلت تستد العشية ثونة لها آدم وقالت له نحا محبيبة آدم قال ساليتي الخدمة ولا ماذا إسراء قالت لصافي سالينا أنا خير جدابة فيه نلقاك آدم قال آجي عندي لسويفت بمثالي تحت أنا ونمشي إسراء قالت أوكي شوية ونكون عندك قطعت ومشات ووصات على سلوى الشيفور ومشات هي طائرة لسويفت طلعت ولقات سكرتيرا قالت ليها ميس إسراء أهلا إسراء قالت أهلا لبس عليك لبنيتا ديالك صابة وهي تقول سكرتيرا الحمد لله وانتي اغبرتي علينا إسراء قالت إيديه وهمس ودنها وقال توحشت إسراء قالت شفتيني غير هاد الصباح قال ليها آدم أنا كان توحش كنتي معايا إسراء قالت لي راه غدا نسخفليك هنا اضحكوا بس هاحدة فمها وخرجوا مشات دين نزلوا ومشاولت موبيلتو ومشاول وجهة ديالهم فيلا اليوسفي إسراء كانت شادة في إيديه وقالت نتمنى يدوز كل شي بخير آدم بس لي هايده وقال أنا معاك كل شي غد يدوز بخير إن شاء الله ضحكات لي ودارت كتشوف في الطريق وكتفكر جاها ميساج من عند رجاء باللي راه كل شي مجموعين كيتسنوا في هد شي شداتها لخلعة ومنلي وصلوا ونزلوا وتوجهوا لباب وهي توقفوا إسراء شافت فيه عنقاته وحتى هو زير عليها ودوز لديها لشعرها وقال لها إسراء حبيبة تهبني وخليكي متفائلة كل شي غيكون بخير قالت أوكي يلا هندخلوا شدات فيه وحلات الباب ودخلوا جهات ستعليهم تلفتات رجاء هي اللولا وقالت إسراء جيتي ضحكات لها إسراء وتمات غادة وشد في آدم ولكن هو ما تحركش تلفتات لي هلقاته كيشوف قدامه ومصدوم وهو يقول الواليدة أش قديري هنا كل شي بقى غير كيشوف تلفتات إسراء وشافت فتيحة اللي جالسة وكتشوف فيهم باستغراب وهي تقول فتيحة آدم؟ إسراء قالت كيفاش الواليدة؟ وشافت في آدم وقالت خالتي فتيحة ماماك كل شي تصدم ومعرفوا باش تبلاؤ سعيدة قالت قلسوا بنتي بعدها جيهاد قال فين غاي قلسوا؟ إيش جاي كيدير هادا هنا؟ وهي تقول سعيدة آوي ليه ولدي حشومة إيش هاد الهضرقة تقول؟ جيهاد قال كيفاش حشومة؟ انسيتي هاد عامينة شنوقع لها؟ ولا نفكرك؟ آدم بقامهد بن راسه حيث ما بغاش يش بد سداع الإسراء وهو يقول داك الشي اللي وقع أطر علينا بجوش وقف جيهاد وتمجاي ليه وقال انت خليتي اللي سوى والما يسويح الفم عليها ودابا جايين مشادين بحلحتها حاجة مواقها إسراء غوتات على جيهاد وقالت جيهاد كل شي شاف فيها مصدومين حيث أول مرة كترفع صوتها علاقوها قالت آدم أنا كنبغيه واش عرفتي شنا هي كنبغيه ما كيهمني شش نوقع اللي كيهمني هو دا بق أنا معاه جيهاد صنت لها حتى سهلات وقال حياتك هاديك موتي انتي ويهجاع خرج جيهاد بالزعفة وخبط الباب مورا وإسراء غلسات شدات فرسها بميديها وكتبكي مشات عندها رجاء وآدم غلس ما فاهموا له كيفاش ماما كيناب في الدار وكيفكر في إسراء اللي تخاسمات مع أخوها وهو عارف علاقتهم قوية بالزعف قال الواليدة فاهميني شنو كتديري هنا فاتيحة قالت ليه أولدي ياك قلت ليك لقيت صحابنا ديالشحال هادي إسراء هي البنت اللي كنتي معاها هادي عامين وهي تقول سعيدة أوف ايش هاد المصيبة طاحت علينا وشافت فاتيحة وقالت غير سمحي لنا على التصرف لدار جيهاد داك شي اللي كان وقع ما داش علينا بسهل يعقوب وقفوا وجه كلامه الإسراء وآدم وقال لهم تبعوني للمكتب شافوا في بحضياتهم وناضوا مشاوا معاه وخلاوا الأخرين غير كيدوروا في عينيهم دخل قلس وقلسوهما قدامه ومورنا سدات إسراء الباب ابقوا كيشوفوا فيه وكيتسنوا وهيهدر وهو يقول الهدرة اللي قلتي لخوك ما قد تقالش خاسكيت عطادري وانت ايش هاد الدخلة داخل علينا السحمد حتى هو لا سمع بهاد الشي ما غيرجبوش الحال هو كيهدر وإسراء حادرة راسها حابسة دموع وآدم كيشوف فيها وكارز على ايدي وهو يقول بباها يعقوب إلا بغيتي لبنت جيب والديك وآجي هاد الدخلة اللي درتي ما مسلكاش تلفتوا ليه بجوج مصدومي قالت إسراء بابا وقضي عقوب ومشحدهم وحتهم ووقفوا وحت ايديه على شعرها وقال جي هاد دا بيتفهم الأمر راه هوك وخايف عليك وتلفت الآدم وسلم عليه بالإيد وقال كبرتوا هولدي وهولي تطوال منه غير دا كنهار كنت ينتويها كتلعبو في الجردة ديالي الحاج شافوا في بعضياتهم وما فهموا عليه آدم قال شكرا حيت فهمتي الوضع إن شاء الله نجيوا في أقرب وقت باش نخطب إسراء حسب الأوثوم وشاف فيها وهي تزنقات قال يعقوب إيوا دابا هدرتي يلا خرجوا علي من هنا اضحك آدم وخرج وبقات إسراء كتشوف في باباها وعينيها عامرين الدموع وعينيها عامرين الدموع لاحت عليه وعن قادو وقالت سمح لي يا بابا سمعتي هديك الهضرق بايلة وشكرا بزافة بابا والله يخليك ليا يعقوب قال انتي رهية الوريدة اللي عندي خرجي دابا ماماك غتكون مخلوعة عليك وما تنسي الجهاد خاص كي تعتادري منه قالت آه شوية ونمشي عنده بس سبحانكو خرجت كتشري ولقات آدم ووقف بالكلوان مشيت كتشري عن قاتوه ووزير عليها حتى وقفت عليهم رجاء وقالت آه ويهلي القيامة نايدة وهما كيتحابو هنا سمعوها وهما يضحقوا وبعدوا على بعدياتهم قالت إسراء زيدي زيدي جراتها أمشاو كاملين رجعوا للصالون ولقاو سعيدة وفتيحة كيتسنى غير شافوهم ولبقوهم بالأسئلة إسراء قالت ماما غاب شوية عليك أنا غدا نقول شنو قال لينا وهي تقول سعيدة وهاضر يا بنتي دغية إسراء قالت المهم عادت بنعلى هذا الدخل اللي درنا وقال آدم آدم ضحك وعرفها حشمانة تقول وهو يقول قال باللي خاص من جيون خطبه رسمي الوليدة غوتوا بجوجات بحلة كانوا كيتسنى والفرج إسراءوا رجاء وآدم بقوا غير كيشوفوا مع الجبين سعيدة قالت آخيرا نختي منش حال هادا باغين نتناسبوا فتيحة قالت ليها سيروا الله يفرحكم كيف ما فرحتونا وهي تقول رجاء آيش هادا فيلم أنا راولي تخايفها تقولوا ليهم راكم خوط برداعة ابداوا كيضحكوا وشوية ناض آدم وفتيحة وسلموا عليهم ومشاو دخلت سعيدة عند يعقوب وبقوا إسراء ورجاء قال زين قالت إسراء ناري قفرتها مع جيهاد وهي تقول رجاء بس صح ما درتي فيها ما يسلاح هو باغي غير مصلحتك إسراء قالت فين يكون دعبة رجاء قالت حبيبي مسكين خرج معها الصب مو حال يكون مشاو البطار إسراء عوجات في أمها وقالت حبيبي عيطي ليه شوفي فين هز ذات رجاء التليفون ودو ذات أبال وما جاوبها جدخيا وهي تقول رجاء جيهاد حبيبي فينك جيهاد قال سيري للدار أنا شوية ونجي قولي للشيفور يوصلك ما تمشيش بوحدك رجاء قالت واخا حبيبي انت صابة بعدها جيهاد قال صابة صابة وهي تقول رجاء أوكي قطعات وقالت الإسراء باللي غيمشي للدار وهي تقول لها إسراء يلا هنوضي رجاء قالت فين وهي تقول لها إسراء الدارك خاسني نعتادر ليه رجاء قالت عندك غير تنوضوها تاني رانج معكم بجوج وهي تقول إسراء زيدي راس مالك غاهض را مالكي دربتي الطمق بايلة وهي تقول لها رجاء را غير تلاقوا علي الصادامات خرجوا ورقبوا في التموبيل ديالإسراء ومشوا ديري كتل الدار يلا هو وقفوا وهو يجي جيهاد نزلوا ووقفوا كيشوفوا فيه نزل هو وشف تجاههم وقال الجايك الديري انتي هنا رجاء قالت جيهاد غير سمحها بعدها جيهاد قال دخلي انتي لدارك هاني جاي رجاء قالت لي وصافي غير خنزر فيها وقال قلت لي قدخلي شافت في إسراء ومشات دخلات وبقات كالطل من الباب جيهاد قال حياتك وما بقيناش غن دخلوا فيها يلا سيري في حالك دابع ودار مشا وهي تقول إسراء جيهاد اسمح لي يا عافاك ما عرفتش كيفاش خرجاتها هديك الهضراء مشات شدات في إيدو وقالت الله يخليك ما تبقاش مقلق علي انت عارف انت خويا وصاحبي وكل شي بالنسبة لي إيه لا مشيت انت شكون غايبقى في جنبي سكتات وشاف فيها وقالت كان بغيها جيهاد وحتى هو دكش اللي وقع ما شي بسببه بحده كان خطأنا بجوش جيهاد أنا عارفك بغي مصلحتي ومصلحتي مع آدم محافك هدروا يقول لي يا شي حاجة جيهاد جرها عن نقهة وقال إلى آداك غادي نقتله سمحتي ضحكت إسراء ودخلات هي وخوها معانقين للدار بقات معهم هديك العشية ومن بعد خرجات ركبات في طو موبيلتها ودوزات أبه الأدم قال ليها كوي دافينك قالت عاد خرجت من عند جيهاد وهو يقول آدم يا كل شي لاباس إسراء قالت آه صالحنا انت فين آدم قال في الدار عند الوالدة قتلاتني بالأسئلة ضحكت إسراء وهو يقول آدم آه وريم جاية اليوم آجي إلى بغيتي تشوفيها إسراء قالت آخيرا توحجتها أوكي غا ندوز للدار نبدل حويتي ونجي قال ليها آدم أوكي يا حبيبة قطعات وكسيرات للدار كيف دخلات لقات ماماها قالصة في الصالون ومشات عندها قالت لها سعيدة بنتي كبرتي وغتزوجي حتى انتي وهي تقول إسراء ماما باقي الحال على هاد الهضراء إحنا غادي غير نتخطبو دابا سعيدة قالت آجي عندي مشات عندها وعن نقاتها وهي تقول إسراء يلا نخليك خاسني نطلع نبدل عليا ريم جاية وغنمشي نشوفها طلعتك تجري لبيتها ولبسات ودارة ميكا وشدات الطريق الفيلة الإدريسي وصلت ودخلت للصالون كانت فاتيحة وإحمد وريم وآدم قارسين سلمات عليهم قالت السلام عليكم ناضت ريم عندها كتجري تعانقوش حال عاد طلقاتها سلمات إسراء على فاتيحة وإحمد ومن بعد ما بقواها دريم جمعوا على الطفلة يلا عشا وشافت في آدم وغمزها وقلس مقابل معاها وكلاو كلهم في جوعاء لي وإسراء ضغيان ساجمات معاهم أبقات فاتيحة كتعاود لهم على فاشكا نوصغار وكانوا كيلعبوا مع بعضياتهم وهو مغير كيضحكوا ممتيقينش حيث معاقلين على والو من لي سهلاو استأدنات منهم إسراء باش تمشي خرج معاها آدم وداه ووصلها لدارهم لغد لي فاقت إسراء ودارت روتينها الصباحي لبسات وهبطات فترات وتاجهات ديريكت للشركة حيث سلوى واللي عندها سائق كي يديها ويجيبها وصلت وطلعات عند رياض ديريكت دخلات من بعد مستأدنات وهز راس وشافها كي طلحه ويهبطها بإعجاب إسراء قالت صبح الخير ميسيو رياض رياض بعينين كيلة معه قال صبح النور إسراء ورياض ماشي ميسيو رياض واش نبقى نعودها رهزع ما مبقوش بيناتنا رسميات إسراء قالت آه اسمح لي يا كنز رياض قال تفضلي قلسي شربي شي حاجة ويهي تقول إسراء قهوة رياض قال أوكي هز التليفون وقال جوج قهوة وجيبي معاك الملف اللي قلتليك عليه إسراء قالت سلوى باقي ما جاتش رياض قال لا ما زال سمعت دقان وقال دخل دخلت سكرتيرا وحطات لهم القهوة وعطاته الملف ومصارفات وهي تقول إسراء ممكن نعرف سبب الاجتماع المفاجئ رياض قال أكيد غير جي سلوى نطرقه الموضوع إسراء بقيت كتش ربقهوتها وكتحاول تشتت شوفاتها باش ما تشوف الجهته أما هو ما نزلش عينيها عليها شوية دخلت سلوى ونادوا القاعة الاجتماعات ونضبوا لهم أشخاص خورين رياض خبرهم بالحفل اللي غادي تنظم السلوى وخاص يكون على أحسن وجه إسراء فرحات لها وعرفيت باللي غادت تشغل بالقياس على حساب هذا الحفل سلوى والاجتماع وبدو كي يخرجوا ونادت إسراء مع سلوى حيث خاص هات تبدأ تدريبات من دابا حتى وقفها رياض قال سلوى ممكن تمشي للستوديو حتى تلحق عليك إسراء نصارفات سلوى وبقيت إسراء ورياض وقد سننا يهدر قال لها إسراء عندي شي حاجة خاصني نقولها لك ممكن تعشاه مع بعض من اللي تسالي الخدمة وهي تقول إسراء ما يمكنش تقول دك الشي اللي بغيتي دابا رياض قال عافكي واش غدا ترديها في وجهي قالت إسراء بتردد أوكي ووقفات وقالت نخليك دابا رياض بفرح قال العشيين دوز عندك أوكي وهي تقول إسراء لا لا صيفت لي العنوان وانطلقوتنا رياض قال لها على راحتك خرجات إسراء وهو بقى متبح بعيني حتى ما بقاتش كتبهن ومشيت هي عند سلوى ووصل وقت الغداء وصونع لها آدم وهبطات عنده كان واقف حد الطموبيل سلمات عليه وهو مخنزة افتح لها باب الطموبيل وطلعات ودهر الركب حتى هو وديماره قالت حبيبة صافة قال لها آدم آه كده زلج جي معه إسراء قالت مزيان قال لها آدم صافي هات شليكين ما قال لي كوالو هاداك إسراء قالت بتوتر ها؟ لا اهدرناها على الحفل اللي غادي تقام على حساب سلوى باش ترووج لألبومها هو يقول آدم وانتي ما قال لي كوالو إسراء قلبات الموضوع وقالت شفتك لاب السبور ما كنتيش في الشركة آدم قال لا ممشيتش هات الصباح وهي تقول إسراء مزيان فين غادي نتخداو آدم قال ده بغا ده تشوفي بقاو غادي مجمعين وإسراء بالها مشغول ما عرفتش واش تقول له على العشاء أو لا لا كانت بغا تقول هالو ولكن من لي شافته غير على سببا دربات الطم تجنبا للمشاكل وخا عرف هاتش اللي كتديره خاطق وما خسهاش تخبي عليه وصلوا للريستو وتغداو سالعو وخرجو وآدم رجح للشركة من بعد توصيات أنها تحاول ما أمكن تدير مسافة بينها وبين رياض حطها ومشا طلعت هي وكملات الخدمة ورجعت للدار طلعت لبيتها وتصلت براجاء وقالت لها راجاء عطقيني قالت راجاء عوي لي مالكي قالت لها إسراء خفارت عليها رياض عارضني للعشاء وقال لي يبغي يقول لي شي حاجة مهمة وما قدرتش نرفض وآدم كيتحلف علي ويعاود قال لي يبعدي منه قدر الإمكان قالت لها راجاء عوي لي المسخوطة القاضية حامدة يواش غدد ديري قالت لها إسراء هاش عندي مندير غادة نمشي نتلقاه ونشوف شنو عنده ونيت نقول له على علاقتي بآدم قالت لها راجاء عرفتي ثق آدم لخبار خاصة من اللي خبيتي عليه باينا غادة تاكل شي تفرشخة ما فيهاش إسراء قالت واش أنا معي تعليق تنصحيني وانتي كتفي لعليا راجاء قالت ايواش غدا نقول لك سيري ولكن هادي آخر مرة تخبي عليه وديري وديري شي حاجة موراه راه غادت جبدي على راسك المشاكيل صاحبتي قطعات إسراء ومشات خداد دوش خرجات وخداد الطموبيل ديالها وصلات ولقات رياد حتى هو ويا الله وصل واقفوا كيت سناها دخلوه التاجهو لطبلتهو رياد جرل إسراء الكرسي بكل باقة تاسمات ليهو شكراتو وقلسات ومشا قلس مقابل معاها طلقوا الأكل ومشا سيربير وهزات إسراء كاس ديال ما شربات منه وهزات عينيها في رياد اللي كان مراقب كل حركاتها قالت ممكن نعرف سبب هذا اللقاء قال لها رياد ضروري يكون سبب ما يمكنش زعمان خرجون تعشاو مع بعض مرة مرة إسراء قالت رياد وهو يقول أول مرة يعجبني نسمح سميدي إسراء قالت بليز إلا ما عندكش ما تقول خليني نمشي في حالي رياد قال إسراء بدون دوران أنا كتعجبيني وبالذات و قطعته إسراء قالت اسمح لي ولكن أنا مرتبطة قال لها رياد شكون ما تقوليش لي يا آدم زعمار جعتي ليه وخدك شلي وقع ليك بسبابه إسراء قالت أنا كنحتارمك ولكن هادي حياتي الشخصية حتى حد ما عنده الحق الدخل فيها قال لها رياد علاش هو بالذات وهي تقول له إسراء ما عرفتش ما شي بالضرورة يكون سبب أنك تبغيش يحد وتبغي تكمل معا حياتك رياد قال أنا متأكد باللي ما غاديش يساعدك وغادي يعاود يخدلك من جديد قالت إسراء ما ندونش آدم كي بغيني وإحنا تعلمنا من أخطائنا ومستحين نعاودون طيحه في نفس المشكلة وقفت وقالت ليه اسمح لي بزا ولكن كانت منت نساهد شي اللي قلتي كيف ما أنا غدا ندير بحالي لما سمعتوش ونخلي حلقتنا في نطاق العمل فقط هزيت ساكها وخرجات وبقى رياد مزير على إيديهم عصد مشات إسراء للدار وهي تبال لها سيارة آدم واقفة نزل لها المفر ركابي ما عرفتش باش تبلات هبطات وهي كلها كالترعد وغادل جهته وهو واقف مربع إيديهم تكي على الطموبيل كيشوف فيها قال لها على سلامة فيم كانت علاش ما كتجوبيش على التليفون إسراء قالت هزيت التليفون من الساك والقاتل إيزابيل دياله وقالت ما سمعتوش آدم قال آه وفين كنتي بالسلامة لمسكتا دك المشقوف إسراء قالت كنت خارجة قال لها آدم عرفتك كنتي خارجة محامل قالت دابا هو وهو غوة آدم قال إسراء نطقي خلاص إسراء تغرغره عينيها وقالت آدم عافك ما تتحصبش را غير تلاقيتو باش نوضحو الأمور قاتحها وقال كنتي معريات إسراء حركت راسها بمعنى آه وهو يقول لها وفين كنتو إسراء قالت كنا في الرسطو عرضني اللعشة وقال لي يشي حاجة ضروري ومشيت باشن قاتحها آدم وقال صافي سكتي طلحها وحبتها بعينيه وقال كنت كنت وقع منك أي حاجة إلا أنك تخبي عليها وخد بريت منك ومع ذلك مشيتت عشان تيوياه الراس في الراس إسراء قالت لي آدم ما تفهمش غالات أنت عارفني كنبغيك ومعمرني فكرت نغدر بيك آدم قال وهات شي اللي درتي دابا إيش تسميه خير جمع راجل آخر وعارفة ناواياه وعارفة ناواياه وإيش باغي منك أحسن لي إياه نمشي في حالي قبل ما نقوله لندير شي حاجة ندمع ليها تمغادي وحال باب الطموبيل ديالو تبعته إسراء شداته من دراعه وقالت له آدم عافك سمعني راو الله حتى انت رئيك دو منها حتى رجعت باللور وطاحت في الأرض وتجرحات من إيدها قال لها إسراء التيقة هي كل شي باش تنجح العلاقة خاب ضني فيك مشاو خلاها مليوحة في الأرض واركبو كثيرا إسراء توجعت في إيدها ولكن قلبها درها كتر ندمات علاش ما صار حاتوش وتجنب هادشي وقفات ونفطات حويجها مسحات دموحها ودخلات للضع باش والدها ما يشوفوهاش في هاد الحالة اللي هي فيها دخلات وغسلات إيدها من الدم تكات في ناموسيتها وكل ما كتتفكر لكلام اللي قال لها آدم كتزيد تبكي هزات التليفون والتصلات بيه كيصوني ولكن ما كيجعو بش عاوداتش حال من مرة احتفل لخر صونات ولقعته طافي حطاته وبقات كتبكي حتى نحسات والغد ليه في الصباح فاقت إسراء عينيها من فوخين بكاترة البكال اللي بكات البارح تاصلات بسلوى وقالت ليها باللي ما تقطرش نجي اليوم لحقات صبحات عينيانة نادت وخداد دوش وهبطات ولقات ماماها وفترات هي وياها وخرجات للحديقة وهي غير كتخمن في حريرتها وكيفاش غدا تدير حتى تصالح مع آدم وفي العشية خرجات إسراء وهي عازمة تمشي تهدر مع آدم وتحاول تصارحه وما غاداش تستسلم وخي يجري عليها هي عارفة باللي الغلط منها ومستحيل تخلي هذه المشكيل يكون سبب فراقهم من رغضا بعدوا على بعضياتهم من قبل وعاشوا في العادة وما يمكنش يرجعوا لديك المرحلة وفعلا مشات عنده والتافقوا باللي احتشي واحد ما يبقي خطه للاخر وأي حاجة بغي يديرها شي واحد فيهم خاص يكون الآخر على علم بيها والغد ليه في الصباح خرجات ولقات آدم واقف كيتسنها قدام دارهم طلعت للطموبيل وبستو في حقو ودارت السبطة وشافت فيه قال ليها آدم الحب شوية لباس قالت الحمد لله قال ليها آدم إيوامل لي لباس واش كتقلبي على العصة قالت إسراء العصة وهو يقول آدم غاتمشي هاكا الخدمة إسراء شافت في حويجها وقالت آه عادي دي ما كان لباس هاكا آدم قال عادي كتمشي مقذبا وتبقى يدوري قدام هذا وعادي قالت ليه آدم ما لنعلى هاد الهضرة ما موالفاش ليك تعلق على لبسي شنو اللي تبدل زعمة نهد آدم ومسحه لوجهه بعصبية ونفاذ صبر اللي خلاه يتعصبه ورياد اللي غدي بقى حاضيها كل ما كيفكر في هاد الشي كيزيدت جنا قال ليها بغيت تمشي الخدمة أوكي يالله الخدمة إسراء قالت آدم ما جاوب هاشو كثيرة وقف حد شركة العثماني نزل وحليها الباب ودار لها إشارة باش تنزل نزلات وهي مفاهمة وهلي عاد كان مع الصب وما بغيهاش تمشي بهذاك اللبس ودابة جايبها قالت ليه غير خمسات دقايق ونخرج أوكي آدم شاف ما جانته وقال سيري مشات ودخلات للشركة غادة وكتحس بي لكل شي الناس كيشوفوا فيها وكيوشوشو وقفات بالزربة حتى الضربات شي حاجة معها من لون دارته لقاته آدم وهي تقول له آدم ياك خليتك كتسنا شد في إيدها وتمغادي جارها بلما يهدر معها بتاسمات حي تعرفاته كيغير عليها وما يقدرش يبقى بره كيتسنا مشاهو المكتب المدير وعلماته السكرتيرا باللي إسراء جات ودخلاتهم وعلماته السكرتيرا باللي إسراء جات ودخلاتهم سبقات إسراء وغير شافها رياض ضحك احتبان ودراثه ولكن غير بالليه آدم وهو يضربها بتخنزيرة رياض قال سيل إدريسي عندنا مرحبا إسراء كديرا قالت لي إسراء الحمد لله وهو يقول آدم جات باش تاخد إجازة رياض قال أه؟ أوكي شربه شي حاجة بعده وعد نهضره آدم قال لي ما كيلاش ذربانين شوية قال رياض أوكي وشاف إسراء قال مش حال بغيتي فيها يلا غدا تهضر إسراء وهو يقول آدم ثلث شهور صدمات وخرجات في عينيها ثلث شهور طويلة بسه وهي عزيزة عليها خدمتها ولكن ما تقدر تقول لي هوالو وتحرجو قدام رياض بقى تساكتا وهو يقول لرياض ثلث شهور مدة طويلة وفي عالم الفن بحال لغة بتي تلت سنين إذا نسل وغيخصها ضروري ما نتجرب بلاس در قالت إسراء ماشي مشكيل هشام غيتكلف بكل شي آدم قال أوكي كان ضم سالينة هنا وقف ووقفات حتى إسراء وشد فيها وقال نخليوك تكمل خدمتك دعبا خارج منرفز ركبو في الطموبيل وبقى ومدة غير ساكتين قالت ليه إسراء ثلث شهور وهو يقول آدم آه أنا باغي مناخد راحتي معمراتي حبيبتي إسراء قالت حتى انتا إذن غتتاخد إيجازة آدم قال معلوم بتازمت ليه وتفكرات فاش خلط عليها وضحكات آدم قال مالكي قد ضحكي بس وفحنكو قالت يخليلي اللي كيغير عليها آدم قال بسبابك أرجعنا مراهقين وهي تقول جاتني اللبسة زوين لهذا الدرجة قال لها آدم وما تصريش قالت وفين خدين دابا قال لها آدم نمشيون فطرو بعدها ومشاول الرزتو فطرو فيه بجوة تيالة رومانس وقال آدم إسراء بيلي غديجي يخطبها ومن بعد الشهر غديكون العرس وفعلا جاب آدم والديه وخطه إسراء وداد الشهر وجال يوم الموعود فاقت إسراء على أشعة الشمس اللي داخله من بالكم اليوم غدا تولي زوجة آدم رسميا من بعد قاعدوك الضعاب والمشاكيل اللي دازوا منهم حبه من جاء واستمر هاتشي كيبين قداش هم متشبتين ببعض ومستحيل أي قوة تبرقهم لأنه ببساطة مكتابين يكونوا لبعض كتبوا العقد وداز العرس من أحسن ما يكون كانت إسراء كتبان فيه بحل أميرة وكان آدم فرحان بالثال كان كيتسنى هاد النهار بفارغ الصبر باش تولي إسراء دياله قدام الناس كاملين سالا والعبس ومشا ويدوزو شهر العسل في اليونان وهذه هي نهاية قصتنا